نبدأ مع بعض فقرة التوب نيوز وهنكون معانا تفاصيل كثيرة جدا متعلقة برحلة الاهلي الى قطر غدا هناك اجتماع هام جدا مرسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في حضور الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للاطمئنان على كافة التحضيرات المتعلقة بصفر الاهلي الى قطر هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من المدير الفني لمعرفة كافة المتطلبات التي شرحها الفيفا لوافد الاهلي اللي كان حضر الاسبوع الماضي في ورشة عمل وقيمت فيه الضوحة وكان حضرها الكابتن سمير عدلي مع مسؤول الاتحاد الدولي ومع اللجنة المنظمة المحلة اكيد التحضيرات للصفر الى قطر تتمثل فيه فنده الاقامة فين؟ الصفر امتى؟ التدريبات هتبقى ازاي؟ الترتيبات للحضور الى قطر والمشاركة في مباريات كأس فيفا انتر كونتيننت اللي عايز اعكد لحضراتكم انها كانت رحلة مثمرة جدا والكابتن سمير عدلي اثناء وجوده في قطر مش عايز اقولكم يعني كم الاشادة اللي طلقاها من مسؤول الاتحاد الدولي على تنظيم الاهلي لمباراة الاهلي والعين في اللقاء الثاني الذي اقيم الشهر الماضي على استاد القاهرة الدولي المسؤولون في الفيفا قالوا نصا كده للمهندس سمير عدلي ولمسؤول النادي الاهلي انتوا نظمتوا مباراة وكانها اشبه بمباراة كأس العالم حدث مهم جدا اقيم على استاد القاهرة مسؤول الاتحاد الدولي بقى عندهم شهادة شهادة الجودة بمعنى اصح ان النادي الاهلي يقدر ينظم بطولة فيفا يقدر ينظم كاس عالم فده بداية اول حاجة قالت فرش العمل خلال تواجد المهندس سمير عدلي كمان الاتحاد الدولي اختار فندق اقامة على اعلى مستوى للاهلي في وسط الدوحة فندق الاقامة ده كان مقيم فيه منتخب البرازيل اثناء منافسات كأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين ونفس الفندق ده كان مقيم فيه منتخب اليابان اثناء منافسات كأس اسيا اللي استدفتها قطر في السنوات الماضية فندق عندهم خبرات عديدة جدا في استعبال الفرق الرياضية فتم التحضير للاهلي ان يتواجد في اهم الفنادق اللي متواجدة في وسط الدوحة قريب من ملعب تسعة سبعة اربعة بينه بين المطار بالزبط حوالي عشرين دقيقة حتى ملعب التدريب مش بعيد الاهلي سيتدرب وده خبر خاص وحصري على شاشة قناة الاهلي على ملعب الارسال في الدوحة تلك الملعب تم تخصصها للفرق المشاركة في كأس فيفا انتر كونتينيلتا الملعب الارسال هيستضيف تدريبات درب الامريكتين يوم حداشر ديسمبر وبعد خسارة احد الفرق الاهلي هيواصل تدريباته عليه حتى موعد المباراة يوم أربعتاشر ديسمبر كمان عايز اأكد لحضراتكم ان الاهلي هيصل الى قطر يوم عشر ديسمبر ده كلام نهائي وموعد رسمي عشان يحضر مباراة حداشر ديسمبر على ملعب تسعة اربعة تسعة سبعة اربعة ما بين باتشوكا المكسيكي مع المتآهل من نهائي كوبا لبرتادورس بين أتلة كومينير وبوتفوجو البرازيلي وبالتالي الاهلي هيسافر يوم عشرة يحضر المباراة يوم أحداشر وهيبدأ يواصل تدريباته حتى موعد اللقاء يوم أربعتاشر وبإذن لنا استمر في البطولة حتى يوم تمنتاشر لمواجهة ريال مدريد أقولكم بالمرة كمان فريق ريال مدريد هيصل للدوحة مساء يوم 16 ديسمبر فريق ريال مدريد هيصل إلى الدوحة مساء يوم 16 ديسمبر ويكون في أحد فنادي الإقامة اللي بجوار فندو إقامة باعثة فريق النادي الآلي قوام باعثة فريق ريال مدريد حوالي 200 فرد هذا العدد الكبير من قوام ريال مدريد هيكون وصل على رحلة تيارة خاصة يحضر يوم 16 يتمرانه 17 يلعبوا المطش يوم 18 والعودة على طول بعد المباراة من ملعب لوسيل إلى مطار الدوحة للعودة إلى القاهرة آه للعودة إلى أسبانيا نتمنى بالتأكيد الريال ييجي القاهرة قريب جدا ويواجه فريق النادي الآلي دي كافة التفاصيل المتعلقة بإقامة الآلي في الدوحة معاد الوصول وكده معناها أن الآلي بعد مباراة أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر مش هيسافر من جوانيس بيرج على الدوحة هيسافر من جوانيس بيرج على القاهرة يتم التغيير والتحضير للسفر إلى قطر يوم 10 تحديدا صباح يوم 10 ديسمبر عشان الآلي يستعد إلى هذه البطولة قبل موعد اللقاء الأول بأربعة أيام وفيه فراش عمل أكيد هتبقى في الدوحة فيه يعني ورشة عمل أو جالسة زوم ميتيج هتتعامل يوم 21 من الشهر الجاري فيه تفاصيل كثيرة جدا هتتعلق بمشاركة الآلي في هذه البطولة فيه ميدالية تسكارية فيه شهادة على مشاركة الآلي فيه مباراة كأس التحدي مش عايز أحرى كافة التفاصيل اللي معنا ولكن احنا النهاردة معنا تفاصيل مهمة جدا على توقيت صفر الأهلي إلى الدوحة واخود أول لقاء يوم 14 ديسمبر على كأس التحدي أمام الفائز من دربي الأمريكاتين